النهاردة هنعمل مع بعض صنية البطاطس بالفراخ مميزة جدا غير اي طريقة تاني جربتها وده لقي النصص اللي هنحضره هياخد الصنية دي العلم تاني خالص متأكدا ان الفيديو ده هيعجبكم وقبل ما نبدأ بفكركم ما تنسوش تدعموني باللايك ورأيكم في الكومنتات وشير للفيديو اللي عجبكم يلا بينا نبدأ على طول اول حاجة عندي وراك الفراخ انا غسلتها كويس جدا وحطتها في مصفة تصطفى من اي مي انا عايزها تكون نشفة تماما لو مستعجلين نشفوها بمنديل او بفوتة نيجي بقى للتوابل انا حطت لها رشة من الملح والضعتر والبابريكة والفلفل الاسود هقلبها الناحية التانية وهحط عليها برضو الملح والضعتر والبابريكة والفلفل الاسود تقدروا تحضروا الوصفة دي بالوراك او بالفراخ او بالدبابيس او بالاجنح زي ما انتوا عايزين نيجي بقى في الطاصة او في الجرلة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة معلقتين كبار من السديد انا عايز احمر الفراخ هحمر كده الوراكة عندي من كل الاتجاهات تاخد اللون الدهبي حاولوا ما تخلوش الفراخ تكون غمقى عشان لست هتتحمر تاني في الفرن ما تطلعش صودة ومحروقة نقلب بقى على الناحية التانية وهحمرها برضو بنفس اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده احنا هنشتغل النهاردة الوصفة كلها في نفس الطاصة بعد ما تتحمر من كل الاتجاهات هطلع بقى الوراكة عندي في طبق على جنب اوعوا تتخطوا فكرة ان انتوا تتحمروا الفراخ مهمة جدا وهتفرق في الطعم في نفس الطاصة عندي بصلة تكون مفرومة في الكبه ناعم او متقطعة صغير نديها تقلبتين بست كده وهنزل عليهم ب3 فصوص من الطوم المفروم او ممكن نحط 3 فصوص من الطوم يكون صحيح نقلبهم مع بعض نشم ريحة الطوم مع البصل كنت محضرة عندي البطاطس مقطعة كروهات بحجم عقلة الصبع تقريبا لو خايفين من التسوية ممكن تدوها نص سلقة بس لو قطعتوها صغير كده ما تقلقوش خالص الخضار عندي جزر متقطع شرايح وفلفل رومي فلفل اغضر وفلفل احمر يكون حامل هنا عندي بقى الفصولية الحمراء اضافة خطيرة جدا للخضار انا ادتها نص سلقة على البتجاز وصفتها من المياه وهنديهم بقى تشويحة مع بعض كده بالشكل ده يدوب بس للمدة 3-4 دقايق مش اكتر من كده في السطنية عندي هنزل بكل الخضار ومش هنسيب اي حاجة خالص في الطاصة ناخد خلاصة الطعم كله بالشكل ده اوزع الخضار عندي بالتساوي يكون الفصولية الحمراء في كل الاتجاهات كده وهرسط على الوش الاوراك الفراغ بتاعتي في الوقت ده انا هشغل الفرن عندي على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص على محضر السطس يكون الفرن سخن كفاية السطس هحتاج ربع كوباية من العسل الابيض ما تقلقوش خالص السطس ده طعمه حلو جدا وهيفرق بجد في الوصفة بتاعتك معلقة كبيرة من المستردة معلقة كبيرة من الكاتشاب معلقة كبيرة من سطويا سط عصير نصط ليمونة والليمونة خدعتني ونزلت بزر كمان من جوه نقلب كل ده مع بعضه ونسخنه على النار لمدة دقيقة او ندخله المياكرويف لمدة 30 ثانية العسل بس يدوب كده ويكون الصص عندي خفيف ونعم هوضعه على وش الفراغ بالشكل ده هاخد الصانية بتاعتي وهدخلها الفرن لمدة ساعة لربع تقريبا مش اقل من كده ممكن تاخد ساعة لكن ما تاخدش اقل من ساعة لربع مش محتاجيني شغال الشوية هي الفراغ هتتحمر لوحده والخضر استوى ونزل كده استوائل بتاعته والصانية كانت كلها مستوية وطرية وجوزي كده ودلوقتي هقرب بالكاميرا وهتشوفوا ان الصانية فيها صص من جوه مع كل معلقة على الاكل كنت بتسائل ايه الحلاوة دي طعمها حلو جدا طب انت حط عليها ايه متأكد ان الفيديو النهاردة هياجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير ورأيكم في الكومنتات باي باي